الزماني كمان بيستبعد خلاص حمدي علاء من معسكر الفريق اللي بدأ عصر الاثنين في احدى فناطق القاهرة اللاعب خلاص بقى قريب جدا من الانتقال الى المصري البورسعيدي وتركه من هو انقطع على تدريبات يومين وبعكية رجع وبعكية استبعدوه يعني هو مش عايز يكمل مع زمانيك وفي الغالب الزماني كمان مش محاب يزوي ان هو يكمل وبالتالي هو اللاعب اصبح قريب جدا من النادي المصري البورسعيدي ولعب وسط كويس جدا جدا يعني باب الترشح الانتخابات الانتخابات نادي الزمالك فتح النهاردة وخلاص تقدم ليه الترشح كريم عادل عبد عضو الجمعية العمومية على منصب امين السندوق وكمان احمد عفيفي ورجب رواش واحمد فودة نصير على منصب العضوية فوق السن الانتخابات او فتح باب الترشح الانتخابات تم فتحه في العشرة صباح الاسنين اربعة سبتمبر والزمالك هيفضل يتلقى هذه الطلبات لمدة سبعة ايام متتالية سبعة ثمان ساعات في اليوم سبعة ايام اللي عايز يترشح يتفضل عايز يترشح في نادي الزمالك يتفضل بس يكون ناوي يعمل حاجة لنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك اشتركوا في القناة